في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز أفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة انطلقت فعالية التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كليوباترا 2022 والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية حيث وصلت إلى ميناء تولون بفرنسا الفرقاطة طراز جايند المعز وعدد من عناصر القوات الخاصة البحرية للمشاركة في فعليات التدريب ويعد تدريب كليوباترا من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التي تنفذها مصر وفرنسا وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنصيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات اختبار المعدات استعدادا لتنفيذ تدريبات ما قبل الإبحار كما يهدف التدريب إلى صقل مهارات العناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات البحرية المشتركة وفقا لأسليب ومنظومات القتال البحري الحديثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر